موسيقى حياكم الله من الجديد مشاهدين أكرام يتمتع محبي الغطس أو الغوص بمزايا لا تتوفر لدى ممارسي الرياضات المختلفة فإلى جانب كونها هواية ورياضة مفيدة فإنها تدعو الغواص إلى التأمل وتدبر بصحر الطبيعة والأعماق واكتشاف العديد من الأسرار لكائنات أبدع الله سبحانه وتعالى في صنعها طبعا ضيفنا في هذه الفقرة مشاهدين شاب جمعت بينه وبين البحر علاقة لا تنتهي فسبر أغواره وغاص في أعماقه مكتشفا عالما يحوي الكثير من الأسرار والتي سوف نتعرف عليها معه من خلال استضافتنا له كبير المدربين عبد الرحمن الأميري أهلا وسهلا فيك أهلا فيك يا غتي حقيقة الغوص أو الغطس مدريس صحيح نقول الغوص أو الغطس الغوص والغطس الغوص والغطس دائما ما يخيف ويرهب الكثير من الناس بداية تكلمنا قبل أن نطلع فاصل عن هذا الموضوع جانب الرهبة والخوف ولقى في المقابل يبدو لي بأنه حسب المعلومات التي توفرت لنا أنها هي رياضة آمنة آمنة نعم يعني حدثنا عن هذا الجانب أو شيء يسعدني أن أكون موجود معكم في الستوديو اليوم رياضة الغطس رياضة حلوة طبعا ما فيها أي خطورة الرياضة هذه أبدا الرياضة تعتمد على المدرب إذا جاني طالب مبتدئ طبعا أنا اللي أعلمه طريقة السيفتي طريقة الأمان كيف يحاوظ على الأمان كلها هذه طبعا في بداية الدورة راح يتعلم كيف السيفتي طبعا أننا ممنوعات في الغوص أنا ممنوع يروح يغوص إذا البحر هايج ممنوع يغوص في أماكن فيها تيارات قوية ممنوع يغوص روحه ممنوع يغوص روحه أبدا ممنوع لازم يكون معه أقل شيء شخص واحد يكون موجود معه في الغوص ومعه سيفتي كامل يعني إذا ما كان ينزل مع السيفتي ما راح يقدر أنه يغوص غوصة آمنة طيب بالنسبة المبتدأ كم مفروض من ساعة يتدرب علشان يقدر نقول عليه أنه غوصة وغوصة أنه يوصل إلى المرحل الغطاس المبتدأ طبعا الغطاس المبتدأ اللي نحن نسميه سكوبا دايفر اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو المبتدأ يبالى أقل شيء أقل شيء أسبوع خلال فترة أسبوع يقدر يخلص الدورة الدورة فيها محاضرات وفيها تمارين المسبح وفيها تمارين البحر خلال فترة هذه راح يتعلم في المحاضرة يتعلم كيف يتجنب المخاطر وكيف يتصرف إذا جاءت لأي مشكلة وفي المسبح يتعلم الأمور العملية في المسبح في المسبح نعم بعد ما يخلص المحاضرة راح يبدأ الأملي الأملي بيكون في المسبح بيتعلم فيها كيف يصاخ النظارة يلبس النظارة يعني تخيل أنت تحت الماء تحطين تحت الماء تحطين ماء في النظار وطلعين وتنطفين النظارة وكيف تشلين معداتش وتلبسين معداتش في المسبح بعد ذلك يروح إلى البحر في البحر يطبق نفس المهارات التي يتعلم فيها وثلاثة أربعة غوصات وبعدين راح يكون معاينة في غوصات ترفيهية بتشوفين غواص ما شاء الله إليه يغوص وممكن أحسن أني بعد مخيف البحر لا أبدا 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 البحر ما فيه غوف أبدا أبدا بالعكس البحر صح نغموض بس إنسان بيكتشفه ويشوفه أنه حلو وايد راح أنسيه راحة نفسية نعم هي راحة نفسية ويمكن هنا بسألك عن الفوائد عندما تكلمت عن الراحة نفسية حقيقة كل رياضة لها فائدة معينة إذا بنتكلم على فوائد الغطس شو هي؟ أولا فوائد البحر تشوفين في البحر أشياء أنتي ما تشفتها قبل يعني تكتشفين أشياء كلما تغوصين كلما تكتشفين أشياء يديدة في الغوص كلما زدتي غوصاتش كلما حصلت أشياء يديدة ما حصلتها من قبل وفوائد الثانية تشوفين أعظمة الخالق سبحانه هنا في البحر تشوفين مثلا بعض نواء السلاحف ما تشفتيها قبل سبحان الله ما تشوف الحين الهواء نعم السلاحف هذه من تصويري أنا نعم وتشوفين سبحان الله وانتي غايصة مرات تشوفين جدامج مثل كريستال سبحان الله الكريستال هذا المنت تدخلين داخل المياه الباردة نعم تكون باردة وانتي داخلها بس من ترتفعين تشوفينهم تحت تحصين بالدفع تطلعين على الدرجات الحرارة عادية للماء بس من تدخلين الكريستال هذا تشوفين تيارات بحرية باردة والفايدة ان يحصلها الشخص لما يبدأ يغوص ليش أنا جاي اغوص جاي اغوص عشان اعرفه عن نفسي ابتعد عن الازعاج عن الضجيج عن السيارات عن الحشرة عن العالم ادخل في عالم صمت اللي هو عالم الغواص سبحانك يا رب كم متر تقريباً لحد اقصى ممكن الغواصي الغواص الترفيهي لها مكسيمة مقدر ينزل اقصى حد ينزل على 40 متر غواص الترفيهي نعم هذا اقصى حد اقصى حد للترفيهي نحن الغواصات الثانية اللي هي غواص التكنيكال اللي هو التقنية وغواصات التجارية هذي عمقهم اكبر عن الغواص الترفيهي ليش لان احنا غواصين ترفيهين مقداتنا عادية نعم تعتبر ستاندر بالنسبة للغواصات الثانية حدنا لين 40 متر حدثنا عن المقدات المقدات نحن اول شي المقدات اللي هي السلندر والانبوبة انبوبة الهواء الأكسجين نعم نحن نسمي الهواء اللي هو هو هواء طبيعي مش الا الاكسجين الاكسجين يعتبر منظومة ثانية شوف هذي معلومة مثلا معلومات اللي احنا صحيح طلنا نعم نحن نسمي دائما كل فكرنا هذي مبوتاكسجين نعم هي هواء الهواء الطبيعي اللي يتكاون من الجزئات الهواء هي هواء طبيعي مفلتر ومدخل الى السلندر هذا او الانبوبة وبعدين انا المنظم اللي هو اللي نسميه الراقليتر الراقليتر طبع موجود في كل بيت واغلب الناس ما يقفون عندهم الراقليتر في البيت اللي هي موجودة في الفورن على الانبوبة الغاز رقποιوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوج في المعدات أنه بدلة معادلة طفوية هي الأمان للغواص. البدلة هذي يستعملها قبل الدخول للماء وبعد ما يكون في الماء وبعد ما يخرج من الماء. البدلة هذي شو شغلتها؟ البدلة هذي نحن نعبيها هواء. قبل ما أنزل من البوت أو من الطراد أو من القارب أنزل في الماء لازم أعبي بدلة هذي هواء. عشان لما أنزل في الماء أكون أنتظر ربع كلهم على سطح الماء لما نبدأ كلنا نجاهز عمارنا وقعدين تخليك تطفو. تطفو نعم تكون فوق الماء مثل لايف جاكت تكون لفظ ما لايف جاكت بعدين لما ننزل نبدأ ننزل البلانسين كنترول درس اللي هو الديفايز نفضل هواء اللي فيه رح ننزل شوي شوي عشان ما أدق أضرب القاع لازم أبي فيه هو بسيط جدا عشان أكون موازن بين مايتنا نسميها لا أكون في الأم ولا أكون طالع فوق الماء. هذه بدلة بدلة معادلة طفوية وبعد ما أستعملها بعد ما أخرج من الماء أستعمل البدا هذه مرة ثالثة عشان أنتظر القارب يجيني أو نتيمع كلنا ربيعنا ونبدأ شوي شوي ركب الطراد ونخلص بواساتنا. نعم. وأن الماسك اللي هي النظارة النظارة طبعا الفيو بيني وبين الكائنات بحرية اللي هي النظارة اللي يدخلينينا نشوف الكائنات كل ما كانت نظارة نوعية تهزينة كل ما كانت الرؤية بالنسبة لي أفضل وأحسن. وعننا تكرمون الزعانف. الزعانف فيه طبعا الزعانف تعطيني طاقة الحركة أكبر من الطبيعة بأربع مرات. أربعة زعانف. عشان شي دائما الغواص ما يستعمل إيده. ليش ما يستعمل إيده؟ كل ما قللت من استخدام أجزاء جسمي كل ما وفرت كمية الهواء اللي موجود أندي. فإذا استعملت يدي راح أخسرها أكثر لأن الجسم يحتاج أكسجين أكثر. واصلا ما بحتاج يدي ليش؟ لأن عندي زعانف. زعانف تغنيني عن حركة اليدين. وبعدين أنه حزام الأوزان. طبعا نقول لي يا أخي أنا كيف بنزل البحر بالأوزان وأنا أرذي شاي لسلندر. سبحان الله من تنزلين للماء المعدات كلها خفيفة. راح تعطيك طفوية. ما هل تقدرين تنزلين تحت. نعم. لازم يكون عندي أوزان. ألبس أوزان مصاوية لجسمي أنا عشان أقدر أنزل القعب. هذه هي معدات الغوص. وطبعا في المسبح راح يتعلم عليها المبتدع. يتعلم عن معدات هذه كلها. كيف يستعملها. كيف طريقة تركيبة. إذا خلص هو عن صاحبي كيف أنا أعطي إشارة لصاحبي. طبعا عنه إشارات الغوص كثيرة. إشارات أن تقدر تأخذ الهواء ولا كيف إذا خلص عنك الهواء. وإذا أنت أوكي ولا مش أوكي. عندك مشكلة. أنا إشارة أني عندي مشكلة معينة. هذه هي مجمل. كم الحد الأقصى لعدد الساعات اللي ممكن يقعد فيها الغواص. طبعا كم أقدر أتم في القوع. هذا يختلف من شخص لين شخص. من لياقة لين لياقة. مثلا أنا لياقتي زينة. وأضرب الزعانف طريقة زينة. وما قاعد أستعمل أجزاء جسمي غير. زعانف بس. غير الزعانف رجولي بس فقط. هالشي أستخدمي. ليش ما أستخدم أجزاء جسمي حتى ما أفخد طاقة. نعم. كلما أفخدت الطاقة كلما الجسم يحتاج من أكسجين. فأنا ستخلصين اللي هو اللي موجود عندك في التنك. فمنيموم منيموم. الغواص العادي يقدر يتم من حوالي 35 إلى 50 دقيقة. نعم. الغواص العادي يقدر يتم من 35 إلى 50 دقيقة في الأمق. طبعا الأعماق لها سحر حقيقة. نعم أكيد. جميل جدا. نحن عنا أيضا أماكن أكيد للغوص في الإمارات ساحرة وجميلة. نعم. حدثنا عن سحر الأعماق وشفتك بالإضافة لذلك تهاوي تصور بعض الأشياء. نعم. 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 حدثنا عن هذا السحر. نحن الحمد للعنا في دولة الإمارات عنا من أفضل مناطق للغوص اللي هي عنا في مدينة خورفة كان. وعنا في مدينة دبا. هذه من أفضل أماكن نغوص عنها في دولة الإمارات. لأن ليش منطقة شرقية؟ المنطقة شرقية منطقة جبلية. فيها كائنات بحرية أكثر من البحر. مثل؟ مثل الكائن هذا مثلا. مثلا هذه السمكة هذه موجودة نعم في الساحل الشرقي. وهذه سمكة مهرج المعروفة بالنيمو. صوى عليها فيلم نيمو. صحيح. هذه مشاكسة جدا. وهذه سمكة الديك. ديك البحر. أو لا ينفيش. هذه فيها شوك وشوكها سام. وهذه طبعا القرش زونف السوداء. هذه موجودة بكثرة. لأننا نحن في منطقة شرقية. وما في أي خطورة على أي إنسان. وهذا القرش من نوع مسالم. طولة ما يتعدى مترين. ودائما أكثر غوصاتي أنا أغوص مع القرش هذا. مسالم. مسالم جدا. يعني يمر من أمامك كأنه لم يكن. يعني ليس موجودة. يعني وجودة كلها واحد. نعم. وهذه طبعا هذه الأسماك. هذه كل الأسماك طبعا من منطقة شرقية. من منطقة دبا ومنطقة خورفكان. خورفكان والدبا من أفضل مناطق للغوص. لأننا فيها كائنات كثيرة. ما شاء الله مثل ما تشوفون بالصور هذه. هذه كلها من خورفة كان. ما شاء الله. نزين ما هي المخاطر اللي ممكن نقول قد يتعرض لها الغواص. المخاطر إذا يمكن يصيب الغواص إذا هو ما طبق اللي تعلمه. إذا ما طبق اللي تعلمه مثلا راح تصيبه مشاكل أمية بالمية. لازم يكون يعني ما يرتبك. يكون واثق من نفسه. ما نبه شجاعة زايدة ولا خوف. يكون منتظم بكون نسان طبيعي لن يخاف ولا شيء. يعني تشجعنا نتعلم الغواص. بالعكس نعم نعم نعم. شجعنا كلنا. أكيد لازم تغوصون. واللي عنده رهبة وخوف من البحر شي سوي. راح يروح الخوف والرهبة كلها بتروح عنها. يعني حضرتك مثل ما قلت لي في البداية مدرب فردي. نعم أنا مدرب نعم أنا كبير مدربين. نعم الحمد لله وفضل الله سبحانه وتعالى أنا أخرج للمدرب مدربين. نعم. مش فقط طلاب عدين حتى مدربين ومدرب مدربين. جميل. واللي يبغي يتواصلوا إياك. اللي يتواصلوا إياك. أنا عندي الانستغرام موجودة كل بياناتي فيه. إذا تبعون بأعطيكم الانستغرام. استغرامي أميري. ام اي ار اي خمسمية. فايف زير وزير. إن شاء الله نتمنى لك للتوفيق. الله يسلمكم. شوقنا حقيقة. الله يسلمكم. نحن نضغوص في عماق البحار. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا للموجودة معنا لكم. الله يسلمكم. الله يسلمكم. إذن مشاهدين الكرام وصلنا للختام. في الختام لا يسعني. نتمنى لكم للاسعيدة. على أمل اللقاء وياكم بإذن الله غدا. وحلقة جديدة برنامج أماسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.